الحلقة دي انا اول حاجة عايز اشكر جروب هوات النجارة هم اللي ساعدوني فيها لانه في بعض الاسماء انا مش عارف طبعا الاسماء ده هيت كنتش عارف اجيبها من غيرهم فانا بشكر كل شارك فيها ولو عجبكم الفيديو ده هعمل لكم ان شاء الله خمسين حاجة تانية غير الخمسين عدة او قالة اللي انا بحاول اعرف ترجمتها الملاحظ من الموضوع انه في الدولة العربية الحاجة بيبقى ليها اسماء مختلفة او معظم الدولة العربية بيبقى ليها اسماء مختلفة كتير مننا اللي مثلا شاف حاجة على الانترنت بالانجليزي او اللي اتعلم بالانجليزي على اليوتيوب ما بيبقاش عارف ترجمتها ايه بالعربي الحاجة ده هيت والعكس صحيح لو احنا عندنا حاجة شفناها بالانجليزي عايزين مثلا نشتريها من السوق من عندنا في بلادنا فبننزل السوق ومنبقاش عارفين اسمها ابنطار نواري له الصورة فخلينا نبتدي بخمسين حاجة وان شاء الله نعمل حاجات تانية بعديها هنبتدي هحاول اعرض هنا اتمنى ان انتوا تقدروا تشوفوها شوية الحاجات اللي انا حضرتها اول حاجة عندنا الحفافة حفافة دي في سوريا بيسموها حفافة بيسموها من عامة دبابة في العراق رجاجة شرطية برضو نفس الشقة الناس كانت بهالي في العراق وصنفرة دبابة في مصر فدي بتنفع ان احنا نشيل الحاجة اللي هي محتاجة صنفرة تقيلة بنشيل بوية بنشيل خشب لسه زي ما هو فبنحاول نشيله الحاجة التانية اللي هي المفصلة المفصلة جماعة ليها اسامي غريبة جدا بصراحة في العراق بيسموها نيرمادة مفصلة في سوريا رزا في ليبيا شارنيار في المغرب ومفصلة 90 درجة في مصر هي اسمها بالانجليزي كابنت هينج الفكرة انه يا جمال لو في حاجة غلط انا بقولها يا ريت تصححولي تحت علشان ده اللي جايلي ففي حاجات طبعا انا مستحيل اعرف في العراق بيسموها ايه انما اللي جايلي كابنت هينج دي اللي بالانجليزي اللي بعد كده عندنا الوود جلو الوود جلو ما ظنش يختلف عليه اتنين الوود جلو في جميع الدول العربية اسمه غراء يا اما في مصر ممكن بالعامية نسميه غراء الوود جلو طلع الحمد لله كله يعني بيجتمع عليه اللي بعده المنشار الاركات في سوريا بيسموه في الامارات ما عارش حد كاتب مكينة تخريم يا ريت حد يأكد لي المعلومة دي في العراق اسمه تخريم ثابت وفي مصر اه بيسموه اركات طبلية اه او بالانجليزي طبعا هو اسمه فالكلام مكتوب يا جماعة لو حد عايز بعد كده يرجع للفيديو احنا منتكى منتكى على الزرار بتاع بوز او توقف وتاخد اللي انت المعلومة اللي انت عايزة اللي بعده عندنا اه الديسك اه في سوريا بيسموه ديسك في ليبيا بيسموه ديسكا صاروخ العراق قرص منشار مصر سلاح صينية المغرب صينية وهو بالانجليزي اللي عايز تشتريه من بره اسمه سيركلر سو بلايد اللي بعده في الاردن فرشة تحديد اه العراق فرشة فرشة اسفنجية في مصر فرشة فرد بالانجليزي فوم براش في سوريا ده اللي بنقيس بيها جماعة لما بنشتغل على المخرطة بنقيس من الخارج بنقيس مسلا لو عايزين نعمل حاجة تخانة خمسة سنتي فدي بنقيس منبرر خمسة سنتي في سوريا اسمها مياس سماكة في مصر اسمها بيوكوليس لياس التخانة واسمها اوتسايد كليبر بالانجليزي دي اسمها في سوريا هي بالانجليز اسمها توجل كلامب في مصر زارجينا لعراق فخة وفي سوريا ملزمة طولة طبعا مستحيل كنت تهارى في الكلام ده من غير من لمساعدة الناس اللي على الجروب بتاع هؤلاء النجارة في سوريا اسمها ملزمة طولة في العراق اسمها داسكا ميز نجارة في مصر اسمها بنك نجارة وهي بالانجليز اسمها بنش اعتقد انه احنا في مصر سمناها بنك عشان بيقروه سي اتش او سي اتش بيقروها سي بدل بنش فعشان كده سموها بنش وده بنشوفه في حاجات كتيرة في العدد والالات اللي جاية من برا في اللي بعده اللي هي الاف كلامب الاف كلامب اسمها في سوريا برغة في العراق فخة وفي مصر امطة زارجينة وفي الامارات مربط اللي بعديها في سوريا دي اسمها فرشة هي اسمها باينت براش الجزائر بانسو العراق فرشة مصر فرشة دهن ليبيا شياتة لو انا بنطقها غلط ياريت تقولولي اسمها شياتة ولا شياتة اه البايب كلامب البايب كلامب دي اللي هي بتشتغل على المواسير بنركبها في المصور وبنقفل بيها ابواب الحاجات الوسعة اه في العراق اسمها سكنجا او سكنجا في مصر اسمها زارجينة تجميع ابواب وفي سوريا اسمها ملزمة دي في العراق اسمها كاغت جام ما عامش ده يمكن في شمال العراق اه مصر اسمها صنفارة في سوريا برداغ وهي ساندينج ديسك يمكن الناس اطلعه باطت شوية بين الديسك ان هي ساندينج دي حتة واحدة او صنفارة دائرية التشيزلز التشيزلز بالانجليزي تونس اسمها مربوع مصر اسمها ازميل في سوريا ازميل العراق شفرات نيجارية في الاردن سانسيل بيدلعوها في الاردن سانسيل زي ما احنا عارفين في سوريا العجلة في مصر اسمه دولاب في سوريا دي انا كنت تعرفها الحمد لله من الاول في العراق اسمه جروخ في مصر اسمها عجل حمل ويسمها بالانجليزي لو تحب تشتريها برضو من بره اسمها كاسترز في سوريا اسمه منشار الاردن سرقت الظهر في العراق منشار فمصر منشار واعتقد في مصر برضو بيسميها سرقة الظهر او حاجة زي كده وده بيسموه هو بيستخدموه هو طبعا يعني لو انت عايز تعمل تشبيكات فده بيقطع بعرض الخشب وفيه اللي هو بالطول فعادة هو بيسموه زي ما نقول سرقة الظهر في سوريا ده الجديد بقى بالنسبة لي خالص في سوريا بيسموها بيور او بيور في الاردن خوابير اه في العراق لابليب اه دي جديدة اللابليب دي في مصر يعني لابليب لابلوب انما في العراق لابليب دي جديدة في مصر كواي الخشبية وهي بالانجليز اسمها داولز في سوريا اسمها في سوريا ريشة خشب الاردن ريش خشب العراق برينة خشب مصر بونطة في ليبيا بونطة الجزائر لميش حد يأكد لي موضوع الجزائر ده الأردن دي بنقس بيها جماعة الخشب بنقس بيها لما بنيجي نقطع فبنيجي على حرف الخشب وبنمشي كده بنجرح الخشب عشان نقدر نقص مكانه في الأردن اسمها كليبر كش العراق في مصر اسمها شنكار وهي بالانجليز اسمها برا فيه منهم بيوصل سعرهم مثلا مئة دولار مئة وعشرين دولار تاني عندي هنا ما عرفش موجودة أو لأ دي العراق برضو كوائل وخوابير بس دول اللي هم الطوال ما ظنش ان انا هعارضها على الشاشة في الأردن دي اللي بندق بيها على بنقطع بيها الخشب في مصر اسمه دقاء في العراق مدرخة في الأردن مدق حفر في سوريا البنش فيس اسمه ملزمة في الأردن ملزمة طولة في العراق من كانت نجارية في مصر من جالة بنك هي اسمها بنش فيس في العراق اسمها فخة كلامب مصر زرجين التجميع وهي اسمها فاست ريليس كلامب دول بيبقوا لو ما جبتش صنف كويس من دهية بيكسروا بسرعة الدرع بتاعهم فعايزة حاجات بسيطة نيجي على بعدها في سوريا دي اسمها ملقط والأردن مربط وفي العراق قرصة وفي مصر قمطة ماشبك وهي اسمها سبرينج كلامب بيبقى فيها سوستة للحاجات البسيطة تلزئها نيجي على بعد كده على التراي سكوير في سوريا اسمها زاوية العراق كونية اكيد انا بنطقها غلط في المغرب اكير اكيد برضو بنطقها غلط في مصر زاوية في ياريت حد يساعدني في الخصة دي انا اعتقد ان الصورة ده هي الناس اتلخبطت ما بينها وما بين يمكن الشريط او حايزة يا كده هي في سوريا اسمها شاط شاط اللي انا عرفه بالسوري يعني حزام بالمصري في الامارات اسمها باندج في مصر اسمها شريط حرف في العراق اسمها ملامين حواف وهي بالانجليز اسمها اج باندينج في سوريا اسمها بيا كوليس في العراق فرنة وفي مصر بوكليس ديجيتل وهي بالانجليز اسمها ديجيتل كاليبر في سوريا اسمها منطقها زاوية في العراق كاتر سلايد في مصر ديسك سحاب في ليبيا ترانجا وهي اسمها بالانجليزي ميتر سو خدوا الكلام لسبالنج اللي هنا او طريقة الكتابة بالانجليزي لو تحب وبتاخدها تحطها على لو عايز تدور على حاجات خارج مصر في بعض المحلات عشان تاخد فكرة بالاسعار الباندسو بالانجليزي اسمه في سوريا شلة وفي العراق منشار شريتي وفي مصر برضو منشار شريتي ما ظنش ده موجود كتير ده الجابانيز سو بيقطع انتوا عارفين الفرق بين المنشار الياباني والمنشار بتاعنا العادي الاوروبي مثلا او الشرقي انه المنشار الياباني فيه منه بيقطع بالطول وفيه مناشير اللي هي بتاعتنا بتقطع بالعرض او العكس مش فاكر يعني الحواف بتاعت فيه واحدة بيقطع بالطول وفيه واحدة بيقطع بالزق هو اسمه جابانيز سو في سوريا اسمه بيكار وفيه اغنية كانت سوريا بيغنيها واحد مصري واحدة ستة مصرية مش فاكر اسمها ايه كان بيقول لك حبيبي نجار شغله على البيكار يعني شغله مظبوط يعني اللي ماعرفش الاغنية دي بير هو يسمحها في العراق اسمه فرجال وفي مصر اسمه برجال وهو اسمه وينج ديفايدر بالانجليزي التابلسو اعظم جهاز داخل الورشة في العراق اسمه من شرطة شريح في سوريا طولة ديسك وفي مصر من شرطة طولة بالنسبة للريش في سوريا ريش مفصلات في العراق برينة نرمادة انا مش عارف دي لغة اعتقد شمال العراق وبالانجليزي اسمها فورتنر بيت في سوريا نفس الشيء بالنسبة للكوردلس دريل في ليبي اسمه ترابونة وفي مصر اسمه دريل العراق اسمه امباكت او امباكت الوردن دريل في سوريا اسمه فرد بطارية فرد بطارية فرد يعني مسدس بالسوري عشان كده اسمه فرد بطارية وبرضه في سوريا بالنسبة للأسكليتنج تول في سوريا اسمه تردودي في الأردن معيكين التحرير العراق كسر التردودية وفي مصر كسرى تردودية برضو بالنسبة للسيركلر سو المنشار اليدوي اسمه في سوريا ديسك قص بالعراق منشار قرصي وفي مصر منشار ديسك في الأردن اسمه ده الريسيبروكيتينج سو تقريبا انا بنطقها غلط بس ماشي حالك في الأردن اسمه تخريقة وفي العراق منشار تردودية عطاق الدم عند الناس شجر في مصر يعني عشان عشان كده الناس مش عارفا قوي ده الجيكسو في سوريا اسمه خرافة والعراق منشار تخريم وفي مصر بيارضو بيسموه حاجة شابه الاركيت نيجي بقى على الراوتر الراوتر في سوريا اسمه الحمد لله راوتر في الأردن اسمه مكينة الفورمايكا في العراق اسمه فريزا في مصر دي غريبة جدا الناس بتسمي الراوتر لاوتر باللام انا مش هاقي ممكن كان في ماركة زمان اسمها لاوتر فاتسمت كده بس يا جماعة يا اهل مصر اسمه راوتر بالرا وليس باللام دي ريشة راوتر في الأردن اسمها ريشة تعشي وفي العراق اسمها ضربة فريزا وريل راوتر بيت في الأردن اسمها ريشة الشطف وفي العراق اسمها ضربة فريزا برضو وهي اسمها شامفر راوتر بيت الشامفر دي اللي بتديك وانت بالراوتر بتمشي بتديك جزء ممسوح كده هوت تاني فرد بسامير بسوريا وفي العراق مسدس مصمرة هوى ونيل جان واعتقد في مصر برضو اسمه مسدس مصامير في سوريا العراق ومصر كومبراسر الحمد لله كله اجتمع على هذا الشيء وفي حد كان في الجروب هوات النجارة انا بسأل اسامي الحاجة ده قال لي ديب كم يا جماعة ما عرفش في سوريا اسمها حفافة دائرية بالاردن مكينة برداخ بيضوية في العراق منعمة دائرية في مصر فارة بيضوية وهي اسمها بالانجليزي في سوريا اسمها ده البانسو بلايد في سوريا اسمه نسلة او نسلة في الاردن نسلة منشار في العراق تبغى منشار شريطي وفي مصر هكيد هيبقى سلح شريط في الاردن دي ديسك ساندر الاردن مكينة صنفارة في مصر صنفارة متعددة وهي ديسك ساندر في سوريا الدريل براس اسمه مثقاب ثابت او مثقاب ثابت في العراق دريل ثابت وفي مصر متقاب بيسموه يعني عادتنا اللغة العامية في سوريا مخراطة خشب في العراق اسمها تورنا في مصر مخراطة خشب وبالانجليزي اسمها لاثيه واخر حاجة اعتقد عندي هي لسه فضلين اتنين في سوريا دي اسمها بلانر بلانجليزي مع انه ما فيهاش اي بس هي اسمها بلانر في سوريا اسمها فارا في الاردن تخانة بالعراق دابل وفي مصر اسمها مكانة تخانة اخر حاجة بقى الحمد لله وصلنا للنهاية الجوينتر الجوينتر في سوريا اسمها رابوب وفي الاردن رابوخ وفي العراق رقدة وفي مصر رابوخ رابوخ تقريبا ده اللي باسمعه بيتقال اه اتمنى مكنش دورنا عليكم لو الموضوع ده عجبكم هنترجم بقية الحاجات اللي موجودة عندنا لسه حاجات كتيرة جدا لازم تترجم عشان اللي عاز يخش يدور عليها او اللي عاز يتفرج عليها اونلاين او عاز يبحس عليها بشكركم لو عجبكم الفيديو يا ريت تدوني تشتركوا معايا في القناة وتدوسوا لايك وكاتر خيركم شكرا شكرا